ياهلا والله بالجميع معكم الوجيه كيف حالكم يا جماعة ان شاء الله طيبين اشي قاعدين يعملوا فينا يا جماعة يعني فوق انهم اجلوا لنا حلقة وخلونا ننتظر تقريبا 14 يوم كمان يختموا لنا الحلقة بالمشهد هذا كثير والله كثير على كل حال الحلقة هذه بقدر ما هي يعني ما فيها اكشن كثير الا انها كشفت لنا المزيد من المعلومات كم هائل من المعلومات والفضائح والذكرات كم هائل من الكذب والخداع والمسرحيات المرعبة بس خلونا نكون صادقين يا جماعة جرعة الاكشن وان كانت بسيطة الا انها خلتنا نضخ ادرينالين بالكيلو صاح واضح اني تعبان صاح والله اني مريض ولكن ايش لازم صراحة تاكن تايتن المانا كانت حلقة ضخمة 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 جدا ضخمة ما توقعتها تكون بهذه القوة ابدا واكيد لها من اسمها نصيب عنوان الحلقة كان اعلان الحرب وبالفعل كانت اعلان للحرب ونقدر نقول انها فعلا بتكون شعلة البداية لحلقات قادمة بتكون مليانة اكشن واحداث جدا قوية المهم عزيزي الوجيه عشان لايكثر الكلام والهرج لايك للفيديو واشتراك لو منت مشترك وتعال خلينا نفسفص الحلقة الخامسة من الموسم الاخير من اتاك اون تايتن تبدأ الحلقة بفلاش باك لراينر وانيو بيرتولد يحكي بيرتولد لهم انه جالس يشوف الرجل اللي شنق نفسه كثير في احلامه بشكل متكرر ويتساءل ليش حكى لهم هذه القصة قبل ينتحر ولو مفاكرين قصة الرجال هذاك خلوني احكيها لكم على السريع بعد ما دمروا الاسوار وتسلل الثلاثة محاربين اللي هما راينر وانيو بيرتولد جلسوا عند هذا الرجال وحكى لهم وهو في حالة من الرعب والندم انه لما دخل العمالقة القرية تهرب وترك وراه ثلاثة اولاد للموت اعمارهم تقريبا في مثل اعمار راينر وانيو بيرتولد بيرتولد يقول ليش حكى لنا هذه القصة ايش هدفه يحكيها لنا قبل ما ينتحر ترد اانيو تقول له لعله كان يتمنى يسمع كلمتين تخليه يحس بشعور افضل كلمتين فيما معناه يعني انه خلاص اللي حصل حصل لا تعاقب نفسك ما كان بيدك حيلة اصلا وتكمل ااني كلامه وتقول بس بما اننا تركنا مارسيل للموت ما اتوقع اننا مؤهلين نصفه عن احد او نطبطب على احد يعني اعم احنا دمرنا الاسوار وقتلنا عدد هائل من الناس وشردناهم احنا ندور احد يطبطب علينا يرد بيرتولد فيما معناه يقول اعتقد انه ما كان يبغى احد يصفح عنه او يسمع كلام حلو مثل ما تقولي بقدر ما انه كان يبغى احد يحكم عليه ويقول له انت غلطان انت فيك وفيك وينتقل المشهد مباشرة الى لقاء ايرين وراينر تحت الارض ولكن الفرق هنا والرابط هنا انه هذاك الرجال ما لقي احد يحكم عليه ولا حتى يطبطب عليه ولكن راينر الان وهنا تحت الارض جالس يتم الحكم عليه بواسطة ايرين انا ما عرفش اقول بس يا يسايمة ايش هذا خلاص هذا ما هو بناء قصة ولا هو بناء تاريخ انت جالس تبنينا احنا شخصيا جالس تبني ناطحات سحاب جالس تبني اسوار وصروح الكاتب هذا ما هو عاقل الكاتب هذا ما هو تحية 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 لسايمة تحية تحية بلقاء ويلي تايبر وسيدة من عائلة اسمها اوزومابيتو اوزومابيتو شي زي كذا في البداية قلت يا عمي هذا مجرد لقاء نفاق وهياط ومديح من ذا الكلام هي تمدح وهو يقول لها اوكي شكرا تثني على شجاعته يقول له الله يعطيك العافية يعني مجرد مجاملات ولكن لما شفت الحلقة للمرة الثانية قلت لا يا عمي مستحيل الستة هذه وراها مصيبة حوارها مع ويلي تايبر اوكي ممكن كان مجرد حوار ولكنها ظهرت في مشهد ثاني بعدها وعلى وجهها نظرة يعني ماهي طبيعية نظرة وراها كلام وقالت عبارة حسنا الان لنغادر المكان تحس انه عارفة ليش بيصير تحس ان البنت كذا في مصيبة وراها اما انها على صلة بطريقة ما بإيرن والجماعة وعارفة مخططهم او انها من ضمن الخوان اللي موجودين او انها على الاقل تعرف ان هذا المهرجان ما راح ينتهي على خير ولا ايش اللي بيخليها تمشي وتترك المهرجان وتروح ربما يكون تحليلي صح وربما يكون خاطئ بس احتياطا خلونا ما ننسى هذه السيدة اللطيفة وستبدي لك الايام ما كنت جاهل ويا وجيه بعدها نشوف راينر وفالكو في اللقاء المنتظر تحت الارض اللقاء اللي انتظرناه لمدة اسبوعين علشان نشوف اش بيصير فيه لقاء يلخص قصتين لشخصيتين متشابهتين او شخصين متشابهين راينر اللي هجم على السور وتسلل داخله ايرن اليوم عمل نفس اللي سواها راينر وتسلل داخل اسوار مارلي والهدف نفس الهدف والقصة نفس القصة واللسان حال ايرن يقول عبث انتو حاولوا لا فناء لثاء ايرن انا كالقيامة ذات يوم اتي يطلب ايرن من راينر وفالكو انهم يجلسون مكانهم ربعا فالكو للحين ما يدري وانا لاحظته يحسب انه كان السبب في جمعة صافير الحب هذول وراينر مصدوم صدمة ما بعدها صدمة العملاقة المؤسس والعملاقة المهاجم وعدوه اللدود على بعد خطوتين منه واللي زاد الطيم بلى انه ايرن وراه بطريقة كذا غير مباشرة انه يده مقطوعة يعني الرجال جاهز يتحول في اي لحظة بمعنى انثبر هنا ولا حركة وانت كمان يا فالكو انثبر وكمان قال له راينر من جد انثبر لا تحرك يا فالكو اللي يقوله لك زوي اتقل المشهد الى ابو آني وام راينر ويوضح فيها ابو آني او العملاقة الانثى انها ما زالت حية وانها وعدته انها راح ترجع هل عنده هالمعلومة وعارف انها فعلا على قيد الحياة وانه مجرد انه واثق ومؤمن بابنته ومتمسك بايش بشوية امل اه ما ادري صراحة اذا هذا المشهد مهم ولا لا ولكن بنكتشف عنه اكثر لاحقا بعدها انتقل المشهد الى المهرجان ولما كانت مراسم المهرجان والاحتفال المنتظر على وشك البدء فجأة ظهر مين ظهر الحبيب الغالي ظهر ابو لحية جميلة ظهر ارمن اخيرا حلو اللحية بالمناسبة اي شي تقوله بك احنا معها صراحة العملاقة العربة لهذه احنا معها توقعت انه في الحلقة الماضية كانت في محلها يا جماعة وهو انه فعلا ايرين ما هو الحاله في دولة مارلي والرسائل اللي كانت تروح وتيجي من فالكو كذا ايش كانت تروح لهذا والغيره يمكن المهم ظهر ارمن متنكر بزية الجيش المارلي والله اعلم من فين جاب البدلة يمكن زيك يمكن الله اعلم ولما ظهر وهو متنكر بهذا الزية العسكرية طلب من المحاربين زيك وبيك وغاليارد انهم يجون معاه بطلب من القائد ماقف وبالفعل قاموا مشيوا معاه يرجع المشهد مرة ثانية الراينر وايرين تحت الارض راينر والصدمة على وجهه ولسانه المتلعثم يقول ايش تبغى يا ايرين يرد عليه ايرين ويقول له ايش بك قلبي ادي عصابك انا قلتلك انه انا وانت واحد مثل ما انت جيت لجزيرة باراديس متنكر ومتجسس ونواياك شريرة ومخبيها جواتك انا الان جيت اسوي نفس الشيء اللي انت سويته ايش بك زعلان انا جاي متنكر زيك ومتجسس وبنتظر فرصتي عشان انتقم منكم الموضوع مرة بسيط مش بس انت اللي تعرف تتسلل وتتنكر ايش بنيوات طبعا هنا لاحظنا فوق ما كنا ملاحظين اصلا ايرين تغير بشكل غير طبيعي سواء من ناحية النوضج او الهدوء ايرين صار هادي يا جماعة ايش البرود هذا برود زي الثلج بعد ما كان يثور لاتفه الاسباب الان عنده صبر وهدوء فضيع هدوء اسوأ من الهدوء الذي يسبق العاصفة المهم يقول ايرين الحفل بيبدأ خلينا نسمع ونشوف وش عنده ويلي تايبر ويش وبعدها نرجع نكمل كلام طبعا ايش راينر سمعا وطاعة ينتقل المشهد لويلي تايبر على خشبة المسرح الطبول تقرع والاضواء وتتوجه والعالم اجمع يترقب ويسمع ويبدأ ويلي تايبر يحكي حكاية العمالقة وحرب العمالقة العظمى وكيف ان العمالقة وامبراطورية الديا دمرت وقتلت اعداد مهولة من الناس ولما انتصرت وسيطرت على كل اعداءها وعلى العالم رجعوا يتقاتلوا ما بينهم البين وفي هذه اللحظة ظهر بطل مارلي هيلوس وقرر انه يستغل الفوضى اللي حاصل في امبراطورية الديا ويوظفها لصالحه وتحالف مع عائلة تايبر وطرد الملك فريدس ونفاه الى جزيرة بردايس وظهر مشهد لشخص يمثل عائلة تايبر وعملاق مطرقة الحرب وظهر برضو شخص يمثل بطل مارلي هيلوس وتحت اقدامهم الملك فريدس صاحب العملاق المؤسس يعني كانه مهزوم وخاضع واضاف بعدها وقال بالرغم من انه تم نفي الملك فريدس او العملاق المؤسس واخذ من اخذ معاه من الالديان الى جزيرة بردايس الا ان الملك فريدس ما فقد جبروته وجهز اعداد هائلة من العمالقة في جزيرة بردايس وان كان المترجم ماهو غلطان يا جماعة فعدد العمالقة المستخبين داخل اسوار جزيرة بردايس يقدر بالملايين ملايين من العمالقة تحت سيطرة العملاق المؤسس ينتظرون في سبات عميق والوحيد اللي يقدر يتحكم في هذول العمالقة هو العملاق المؤسس واللي هو حاليا ايرن وضح ويلي انه مارلي وبعد هذه السنوات الطويلة قررت انها ايش في لحظة ضعف انها تحاول تسترجع قوة العملاق يقصد لما ارسلوا راينر وبيرتولد واني ومارسل ومن ذا الكلام ولكنهم فشلوا فشل دريع بل انهم خسروا اثنين من العمالقة وما رجع منهم الى العملاق المدرع راينر والعملاق الفك ويليتو الاصلي يومير يرجع المشهد لراينر ويرين تحت الارض ويقول ايرين بصوت ساخر وفيما معناه يعني اجل كنت تحاول انقاذ العالم يا راينر اه يوم جيت كستر الجدران وهو تقتل امي وتقتل الالاف من الابرياء ينتقل المشهد بعدها الارمن وهنا تنكشف لنا جزئية قد نكون غفلنا عنها برضو وهي انه زيك له يد باللي جالس يصير وانه بطريقة ما متعاون مع ايرين وشلت جزيرة بردايس شلون بنعرف لانه ارمن سمح له يروح وقال له اروح انت في كذا هرجة هناك واخذ معاه بيك وغاليارد وتوضح بيك لارمن وتقول له فيما معناه يعني اخي وجهك مألوف انت كني كني شفتك قبل كذا وهي صادقة شافته في جزيرة بردايس لما ليفاي محط ام ام العملاقة القرد بس مو قادر تفتكر زمان مر زمان ولا بيجي في بالها صراحة انه في جزيرة بردايس ينتقل المشهد اللي ماغاث والاستخبارات المنتشرة فوق الاسطح ويطلب منهم انهم يبلغونه عن اي شي يصير لما كان هذا الشي تافه اي شي يحصل بلغوني هو اللي صاير طبيعي من ماغاث عكيد يبغى يراقب الوضع وبيتأكد انه المهرجان يعدي على خير بس بنعرف اكثر بعد شوية يرجع المشهد الارمين وبيك وغاليارد واخيرا ايش يقطع الحبل ويطيحهم في حفرة مرة عميقة وضيقة تحت الارض والهدف كان واضح جدا انه يمنعهم من انهم يتحولون الى عمالقة ويعني يظلوا محبوسين تحت لاني شوف لهم صرفة يرجع المشهد الى فالكو تحت الارض مع راينر وارين وعلى ما يبدو انه فالكو اخيرا بدأ يفهم اللي حاصل صح النوم يا كابتن وجلس يحلل الوضع بينه وبين نفسه ويقول انه طالما انهم يعرفون بعض واصدقاء قدامة معناتهم انهم تقابلوا في جزيرة بردايس يا اوكي تحليلك صاح بس مدخر شوية بس اوكي على قل جابها المسكين وحس انه حمار يعني انه تم استغلال ومن ذا الكلام بس ما شنسوي يا فالكو انت برضو مجرد حجر في لعبة مرة ملغوصة نرجع بعدها الى ويلي تايبر على خشبة المسرح ويكمل روايته ويعقب على كلامه اللي قاله في البداية ويقول القصة اللي حكيتها لكم حق العمالقة وحرب العمالقة وهيلوس والخربيط الثانية هذا القصة كلكم تعرفوها وهذا التاريخ اللي درستوه تعلمتوه ولكن للأسف هذه ما هي الحقيقة كل القصص اللي تعرفوها ما هي صحيحة بالكامل والان انا ناوي اشارك معكم اهم الذكريات اللي توارثتها عائلة تايبر عن طريق مطرقة الحرب وراح احكيها لكم اللي انقذ العالم يا جماعة ووقف الحروب قبل مئة سنة ما هو هيلوس بطلمار للأسطوري ولا هي عائلة تايبر الحقيقة يا جماعة اللي انهى الحرب هو الملك فريتز او صاحب العملاقة المؤسس بعد ما انهكته الحروب وبعد ما ضاق من النزاعات والحروب الاهلية ما بين الالديان وبعد ما حزن على الحالة السيئ والمعاناة والاضطهاد اللي حصل لدولة مارلي قرر انه خلاص هذه الحروب وهذا الطغيان لازم ينتهي ولكن راح يخل ذا الشيء تيم باسم هيلوس وعائلة تايبر وبالفعل هذا اللي حصل وبعدها اخذ اللي قدر ياخذوا من شعب الديان ورح يعيش معهم في جزيرة باراديس وطلب من مارلي وتايبر انهم يتركونوا يعيش مع شعبه في جزيرة باراديس بسلام ولو ازعجوا احد او حاول يدوسلوا على طرف رح يكون عقابه شديد ولكن هذه ما كانت نية على الاطلاق الملك فريتز او العملاقة المؤسس كان حريص انه ينهي الحرب فعليا دون رجعة وحبس ما تبقى من الديان داخل الاسوار وكان يمحي ذكرياتهم كل فترة ويورث هذه العادة الى ابناءه واحفاده بحيث يبقى العالم فيه سلام وبعيد عن ايش المشاكل يقصد ويلي تايبر بكلامه يا جماعة انه الملك فريتز اللي الناس كلها كانت تتوقع انه شيطان وشرير هو البطل الحقيقي لهذا العالم وهو البطل الفعلي اللي اوقف الحرب واي قصة ثانية سمعتوها غير هذه هي كلام فاضي الملك فريتز كان يسعى للسلام اخيرا وحققه فعليا وكتكفير عن ذنوبه وذنوب الديان منح السيطرة لمارلي وتايبر واعطاهم العمالقة الثمانية وتركهم في حالهم وقال لنا اننا نمشي ام المسرحية هذه عليكم بعد هذا التصريح شفنا كيف الذهول على وجوه الحاضرين سواء مارلي او الديان او حتى وفود العالم او حتى احنا المتابعين كل شي كانوا يعرفون ومؤمنين فيه كل تاريخ درسوه طلع مجرد كذب كل شي عرفنا عن مارلي وعن الديا وعن الملك فريتز وعن عائلة تايبر ومارلي كل شي طلع مسرحية كتبها الملك فريتز يهو اوه صداعو قسم بالله وكل هذا بس علشان ايش علشان يضمن السلام للعالم ويكفر عن خطايا الديا قلت لكم الحلقة ما فيه اكشن كثير ولكنها مليانة صدمات وراء صدمات يرجع المشهد مرة ثانية الويلي تايبر ويصدمنا صدمة فوق الصدمات اللي احنا عايشينها ويعترف لنا فيها ان عائلة تايبر مجرد عائلة متواطئة ولصوص استغلوا هذه الفوضى وضحوا ببني عشيرتهم الالديا علشان هم يعيشوا حياة كريمة ومحترمة يعني زي ما توقعنا طلعوا يش عائلة تايبر حيوانات ينتقل المشهد مرة ثانية للفوق الاسطح مع القائد ماكث والاستخبارات اللي معاه وينكشف لمكث اختفاء المحاربين او حاملي العمالقة وهنا رجع فين الزمن للحلقة الماضية لما كان ماكث يقول لويلي تايبر انه في عمود واحد ماسك بيته انه اكتشف وجود جيرذ داخل بيته لانه في نفس المشهد قال قد بدأ الامر الان فيب مثل ما توقعت ماكث يعرف انه في خوانة او جواسيس او دخلاء داخل اسوار مارلي كيف عرف شلون لماذا ما في شيء اكيد ولكن الاكيد انه عارف او على الاقل كان عنده شك مرة كبير واحتمال كمان انه هو كمان قد يكون جزء من الخطة وقد يكون في صف باراديس بطريقة ما او يعني انه عنده مصيبة عارفها بنكتشفها لاحقا يرجع المشهد لبيك وقال يارد وهم مكسرين تحت الارض وعظامهم جالسة تتماثل للشفاء بعد سقوطهم وتكرر بيك كلامها من جديد وتقول يا اخي انا سبق وشفت ار من هذا في مكان ما بس برضو ما زالت خيانتها الذاكرة ومو عارفة وين شافته ما فتكرتيه وانتي فوق بعافيتك تفتكريه تحت بعدين هي كانها كانت شاكة كذا يعني حتى التصرف اللي سوته لما راح تحضنة ذويك المحاربين اللي اتوقع انهم يكونوا داخل العربة اللي هي تشيلها ويطلقوا النار وزي كذا الكل استنكر ايش التصرف الغريب اللي سويت هذا ولكن برضو راح نكتشف اكثر لاحقا يرجع المشهد لويلي تايبر على خشبة المسرح في فصل جديد من فصول المهرجان وقبل نقول وش اللي حصل عندي نظرية شدة انتباهي في احد المشاهد عملاق مطرقة الحرب يا جماعة ما هو ويلي تايبر بنسبة مرة كبيرة ليش ويلي تايبر ياخذ عملاق مطرقة الحرب بيموت بعد 13 سنة وهو قائد اتوقع انه بيكون هو عملاق مطرقة الحرب اتوقع والله اعلم انه البنت اللي ظهرت خلف الكواليس هي مطرقة الحرب ليش تقول كذا يا وجي سؤال جميل البنت هذه ظهرت في اول لقاء بين ما قث ويلي تايبر في الحلقة الرابعة ويلي تايبر قال لما قث وقتها انه عملاق مطرقة الحرب موجود في هذهك الغرفة بس مين هو ما لك شغل بس ارجع افتكر معي مين اللي كانوا في هذهك الغرفة يا ترى كانوا في مجموعة اشخاص من عائلة تايبر ومعاهم هذه البنت نفس البنت اللي ظهرت خلف الكواليس في المسرح الى الان قد يكون كلامي صح وقد يكون خطأ ولكن ايش يعني والله النظرية دي كويسة ونرجع ونقول ايش ستبدي لك الايام ما كنت جاهله المهم يكمل ويلي تايبر كلامه على خشبة المسرح ويقول بخصوص انه الاسوار في جزيرة بردايس عبارة عن ملايين من العمالقة الضخام يعني عمالقة بنفس حجم العملاق الضخم تبع بيرتول ومو اي عدد ملايين يا لطيف يا لطيف ويكمل كلامه ويقول الملك فريتز كان هدفه حفظ السلام ويقاف الحروب ولكن الملك فريتز مات والان قوة العملاقة المؤسس صارت في يد شخص ثاني وكل عائلة فريتز بحة وميثاقة السلام اللي كان بيد عائلة فريتز انتهى وراح والشخص اللي راح يرجع الحروب للعالم ويدمر ام الدنيا هو ايرين ييگر بس لحظة يا جماعة ايرين ييگر مش بس العملاقة المهاجم ولا العملاقة المؤسس وخلاص مليون عملاق ضخم ويدمر أم العالم عن بكرة أبيه تعرفوا إيش يعني مليون عملاق ضخم تخيلوا كذا مليون برتولت نفس الحجم مليون عملاق زي هذا رح يدكوا الأرض دك ويحولوها طحينة مصير العالم كله بين يد إيرن الحين وإيرن إيش في يا جماعة قولولي إيش في إيرن غضبان بايعها بتراب ويسعى للانتقام وهذا اللي كان جالس يحاول يقوله الراينر طوال الوقت وهم تحت الأرض إنت يا رينر كنت ببساطة تقتل الأبرياء وتهدم الأسوار في جزيرة بردايس علشان تنقذ العالم من وجهة نظرك أنا الآن جالس أسوي نفس الشي بس من وجهة نظري أنا وأنت متشابهين يا رينر ومش بس كده إنت جايني عملاقين أنا جايك يا حبيبي بقوة ما الله وبها عليم ورح تشوف اش بيصير يا ساتر يا ساتر يا ساتر إيش هذا لا يجيب العيد إيرن لا يستر بس يعني ترى أنا نحبك لا تدمر أمة الدنيا كذا في النهاية إيش هذا يرجع المشهد لإيرن وراينر وفالكو تحت الأرض ويوضح إيرن لفالكو أنه الرسائل اللي كان يرسلها له ما هي العائلة وإنما لرفاقه واو صراحة جوبنا نعرف وشفنا الصدمة على وجه راينر لما قال رفاقه قال رفاقه المسكين فوق أنه إيرن يعني صدمة لحالها كمان يكتشف أنه احتمالية وجود ميكاسة وليفاي والشلة اللي لطموه هنا كمان يا لهوي كثير مسكين ما هو مسكين كلنا مساكين إحنا المتابعين مساكين كل واحد قاعد يتابع هجوم العمالقة وكل الناس اللي جوت هجوم العمالقة مساكين وفي هالمشهد تأكدت نظريتنا اللي ناقشناها في الحلقة السابقة اللي هي أنه إيرن وفيلق الاستطلاع بعضهم أو كلهم موجودين داخل مارلي ومو بس داخل مارلي بل موجودين في هذه اللحظة من هذا المهرجان ولكن ما نعرف هوين ومين من الضبط هل كلهم نصهم ربعهم ولكن في عدد منهم وطبعا لاحظنا أنه إيرن تعلم كيف أنه يحافظ على هيئته برجل واحدة والمفروض أنه رجله ترجع تنمو من نفس هذا انقطعت كده يقلع بخار وترجع هذا اللي المفروض الطبيعي يصير ولكن إيرن قدر بطريقة ما أنه يتعلم كيف يحافظ على هيئته ويرجع رجله أو أي طرف من أطرافه في الوقت اللي يناسبه طبعا بناء على هذه التطورات في مهارات إيرن ممكن يكون تعلم كيف يتحكم بالعمالقة المستخبين داخل الأسوار قد يكون برضو تعلم أساليب كثيرة احنا لسه ما نعرفها عن قوة العملاقة المؤسس من مسح ذكريات ومن تحكم بالعمالقة ومن تحويل الإلديان إلى عمالقة فادوة قد تطول الاحتمالات اللي ممكن نطرحها في إيش المدى أو التطور اللي وصله إيرن في استخدام قوة العملاقة المؤسس المهم نرجع لحوار راينر وإيرن يوضح إيرن مدى التشابه بين وبين راينر بلا 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 وإنه ناوي يكسر الدنيا على رؤوسهم مثل ما عملوا في جزيرة بردايس وفي لحظة خضوع وذلي ينزل راينر على ركبه ويعترف له بكل أخطاء وإنه الهجوم على الأسوار وموت أم إيرن وموت الألاف من البشر وسقوط الأسوار بلا 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 كلها كانت غلطة راينر لحاله فقط ومفروض هو اللي يتحمل المسئولية لحاله أنا ما أدري عنكم يا جماعة صراحة بس والله أحزنت على راينر إيش هذا مرة مسكين ما هو مسكين أنا مسكين أنت مسكين والأدهى والأمر أنه إيرن ما عاد عنده أي شعور وكأنه جماد ما في أي مشاعر نفس نبرة الصوت نفس ملامح الوجه نفس لغة الجسد جامد ما عادي يهمه شيء ما عادي يهمه شيء سوى أنه ينفذ مخططاته سواء انحنى راينر على ركبه ولا جلس يبكي سواء ان انتحر ولا عاش سواء العالم اكتشف أنه سكان جزيرة باراديس مساكين ولا لا إيرن ما عاد يهمه هذا الكلام خلاص لأنه كده بالنسبة له انتهى وقته وفات ما عاد فيه ما عاد فيه شيء يتصلح يرجع المشهد الأخير لخشبة المسرح عند ويلي تايبر ومع دموع ممزوجة بالفرح والخوف على وجه الحضور يوضح ويلي تايبر لهم فيما معناه ويقول لهم يا عالم بعد ما كشفت لكم الحقيقة وعرفت العدو الحقيقي الآن يفترض أننا نتكاتف ونصير يد واحدة ومع بعض راح نتغلب على عدو العالم أجمع ولكن يتافه جوك يا ويلي تايبر تتكلم في ظهر العدو والعدو موجود في ظهرك تهايط وتفضح مخططاتك والعدو ينتظرك ويبتسم أخيرا لأنك جيت له على ما كان يتمنى وينفجر إيرن في هذه اللحظة ويتحول إلى عملاق ويدمر المبنى اللي كان تحته ونسمع صرخته اللي لطالما انتظرناها ما بقول لكم أني قشعرت وصيحت صارت أشياء كثيرة بس عشاني تعبان ماني قادر أوضح لكم مدى القشعرير اللي صارت لي واللخبطة في المشاعر وفي نفس اللحظة اللي تحول فيها يأخذ إيرن ويلي تايبر في يده وهرس أمه كذا وفكه ورماه في السماء وتنتهي الحلقة على هذا المشهد المهيب إيش هذا إلى أين إيش قاعد يصير والله كذا كثير أنا شخصين معادة تحمل شوف أنا مبسوط وماني مبسوط متحمس وخايف في نفس الوقت إلى وين بتأخذنا يا إسايمة يعني ماني داري إلى وين بس أنا أدق لك التحية وأصفق لك مرة صح أن عالم كل شياطين بقدر ما كان يعتقدون إنه سكان بردايش شياطين واللي تايبرز جزمه ويستاهل كل عائلة تايبرز بس إيرن يا جماعة صار شخص ثاني إيش اللي قاعد يصير يعني ما هو عجبني التحول اللي صار لإيرن صراحة إيرن ما كان يستهين بدماء الأبرياء زي كذا يعني أوكي توقعتي انتقم بس مو زي كذا تحسوا خلاص معادي همه أحد لا أبرياء لا صغار ولا كبار على كل حال هو وضح وجهة نظره من البداية يعني وجهها بيض صراحة قال لراينر اللي انت سويته في بردايش أنا جاي يسوي نفسه هنا إن زبت صح في ناس أبرياء وفي ناس غلابة ومؤدلجين زي أنا بالضب بس أنا هنا الغرض نفس الغرض اللي انت جيت عندنا أنا جاي يرد الدين هنا طبعا سبب تحول إيرن واختلافه يرجع لسببين يعني من وجهة نظري أولا لأنه خلاص طفح الكيل وشاف الويل وهمه الانتقام أمه ماتت أبه مات شاف شاف مصائب ثانيا لأنه غالبا استرجع معظم ذكريات العملاق المؤسس وشاف العالم على حقيقة وعارف كل الفضايح يعني إيرن صح إنه صغير في السن بس الذكريات اللي يعرفها والتاريخ اللي ممكن قدر يسترجعه كفيل إنه يخليه حس إنه عاش لمئات السنين فإيرن صح إنه صغير بس شيبة هنا الحياة صارت بلا معنى تقريبا في عيونه أم ميته وأب ميت عالم فوضوي ومليان حقده وغل على شعبه ببساطة كده إيرن شاف كل تاريخ العمالق أو تاريخ العالم من لحظة ظهور المؤسسة يومير إلى يومنا هذا طيب قبل ما نختم الفيديو في عدة نقاط مهمة لازم نضحها ونعقب عليها أولا ولي تايبر إما إنه مات بعد اللي سواه فيه إيرن أو لو إنه نظرية طلعت خطأ وطلع هو العملاق المطرقة معناته إنه ما راح يموت وذلك مجرد لحظة تحوله في يد إيرن والأكيد إننا راح نشهد ظهور مطرقة الحرب في الحلقة الجاية لا محالة سواء كان ولي تايبر هو المطرقة أو البنت اللي بزي الخادمة اللي قلنا عنها أو غيرها لأنه في المشاهد اللي ظهرت في نهاية الحلقة بعد أغنية النهاية اللي في الحلقة القادمة يعني شفنا إنه عملاق مطرقة الحرب بيظهر ولكن مين هو راح نكتشف وقتها بس إنه الحلقة القادمة ايش بتكون بعنوان مطرقة الحرب يعني خلاص واضحة وصريحة ثانيا فالكو لحظة تحول إيرن إلى عملاق راينر تقريبا أخذه في حظنه ما اكتمل المشهد بس إنه هذا يتركنا أمام احتمالين إما إنه راينر بيتحول إلى نصف عملاق أو يجمد نفسه أو يعني يصير حجر كذا بذيقى الطريقة بحيث يحمي فالكو بطريقة ما أو إنه فالكو راح طحين ومات ببساطة وهذا الاحتمال ضعيف ولكنه وارد ثالثا زيك جزء من مخطط إيرن لا محالة ويبدو إنه مشارك في هذا المخطط بطريقة ما والسبب يرجع لأنه آرمن سمح له إنه يروح وما طيحه داخل الحفرة مع بيك وقالير رابعا راح نشهد ظهور فيلق الاستطلاع لا محالة في الحلقة القادمة وغالبا نظرية تتبع هذا البوستر راح تتحقق بنسبة كبيرة لا تنسى العجاب بالفيديو والاشتراك في القناة لو منت مشترك وتفعيل جرس التنبيهات عشان توصلك فيديوهاتي أول بأول كان معاكم الوجيه أشوفكم في الفيديو القادم